دوش همار حميني واي وزير دلوقتي عشان يرضي السيسي بقى اهمه الوحيد يلم فلوس اسألوا محافظة القاهرة اللي من كام يوم قال للرؤساء الاحياء البلد عايزة فلوس شدو حقلكو شوية عالغرامات ده تصريح لمحافظة القاهرة زبوع اللي فات بيقولوا رؤساء الاحياء البلد محتاجة فلوس شدو حقلكو شوية عالغرامات غرامات هو ده شعار السيسي ما عنديش حاجة ببلاش هعمل لك طريق يبقى تدفع اسمع زي ما انا هعمل لك المحور ده اسمع ولا هقولوكو عليه زي ما انا هعمل لك المحور ده اللي كان بيوفر عليك مية كيلو غربا او شرقا عشان توصل وتعدي لما اجا حط محطة رسوم ما تدقيقش ما تقيا يا فندم ما تقيا ما تدقيقش ادفع بقى ايوة ادفع ايوة مفيش حاجة بجده ببلاش مفيش ببلاش خلاص واحنا هنعمل كل حاجة اللي انتو عايزينه مصنع عطوره طبعا انت دلوقتي هتقوله هو عنده كلام حق يا جد عنده حق يعني الراجل هيجيب لك منين لا سوري السيسي مش بيعمل عند امه يقولك هعمل لك لا مش بتعملي انت بتعمل من الضرائب انت ما مبيجيبش فيوس من عندها انت بتعمل الطرق والمستشفيات من الضرائب اللي بتاخدها مني من الستة وستين مليار بتاعت السجاير من الستة وعشرين مليار دولار بتوع التحويلات اللي المصنعين في الخارج من الرسوم اللي بنتفعها على الورق من الفواتير اللي بتاعت الغاز والكهرباء الدولة دي مش بتاعتك انما المواطنين البوسطاء الحمقى المغفلين فاهمين ما بيكلم صح هو ما الصح بيجيب منين فلوس هو يقولك انا هعمل لك لا مش هتعمل لي اصلا دي فلوسي من التأمينات والمعاشات ومن الضرائب على كل شيء في الدنيا انت ما عملت ليش انت ما جبتش فلوس اصلا انت من ساعة ما جاء انت ومبارك وعبد الناصر دي فلوس انت شعب دي فلوس نحن ما بتعملوش من جيبكم فلوس الجيش خدتوها لنفسكم اما الطرق والحاجات دي بتتعمل من فلوس الشعب ومع ذلك بعد كده يقولك هعمل لك يا كداب انا بس عشان فيه مواطنين حمقى ومغفلين يقولك ايوا بيعمل لنا لا ما بيعمل لناش دي فلوس كنتو الدولة مش كائن هلامي الدولة حصلتها هي الدرايب 77% من دخل دولة السيسي من الدرايب والباقي بقى جايبوا من قناة السويس بتاعتكم جايبوا من تحولات المصريين في الخارج بتاعتكم جايبوا من السياحة بتاعتكم هي دي الدولة هي دي فلوسها بيقولك اعمل لك انا هعمل لك لا ما بتعمليش سوري ولا الجيش بيعمل لي انتو بتعملوا علي السبوبة الخلاصة يا حضرات ان احنا مش في دولة احنا تحت حكم اصابة بتاكل اي حاجة قدامها الغريب قبل القريب والدولة دي والنظام ده شايف المواطن ده سبوبة مصلحة من قزمة قلبان الاطفال لقزمة البطاطس للسكر للدواء وفي كل مرة ما تلاقيش غير نفس العصابة بتدور ازاي تحلبك وطول ما انت ساكت وبتدفع هم هيبقوا مبسوطين منك اوي 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 لانك عوكل وهم بيلعبوا دور طلع الزكريا مبسوطين منك لانك بتدفع في كل حاجة